اشتركوا في القناة المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس صحيفة تكشف عن مواد اعتزال الكابيتان رومان سايس اللعب مع الأسود كشفت صحيفة العربية الجديد في عددها لهذا اليوم عن مواد اعتزال لعب بشكتاش التركي وقائد المنتخب الوطن المغربي رومان غانم سايس الذي تألق رفقة كتيبة الإطار الوطني وليد ريجراجيا في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022 بقطر وقالت الصحيفة أنه من المرجح أن يضع سايس نقطة نهاية لمصاره الكروية الدولية رفقة منتخب بلادها بعد النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكوديفور وضف المصدر نفسه أن قلب دفاع منتخب أسود الأطلس يمن النفس بأن ينجح مع منتخب المغرب في التتويج بلقى بكأس أمم إفريقيا الذي ما زال غائبا عن خطائن الكؤوس منذ عام 1976 خصوصا وأنها ستكون مشاركته الأخيرة بنسبة كبيرة في هذه المصابقة القارية كما أن مستواه لم يعد كما كان من قبل إضافة إلى عدم تأقلمه بالشكل اللازم مع نادي الحالي بشكتاش للإشارة فإن الدولي المغربي غانم سايس صاحب 33 سنة لم يخرج بأي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد فيه قرار اعتزاله بعد كأس الأمم الإفريقية تشيلسي يفاتح برشالونا بشأن حكم زياش عرض نادي تشيلسي الإنجليزي خدمة الدولية المغرب حكم زياش على نادي برشالونا الإسبانية في الانتقالات الصيفية المقبلة وفق صحيفة سبورت الإسبانية فإن إدارة تشيلسي عرضت على نظرتها في برشالونا قائمة اللاعبين المغادرين والمتحن له إن أراد التعاقد مع بعضهم بعد نهاية الموسم الحالي وتابعت أن حكم زياش يبقى من اللاعبين المتحن لبرشالونا إلى جانب المهاجم القابوني بيير إيمريك أوباميانغ الأخير الذي انتقل إلى تشيلسي قادما من فريق الكتالونية وبترحيل زياش عن تشيلسي منتظرا في الصيف القدم بعدما سأوضعه في الفريق لدرجة استبعاده التام عن المباريات يوسف أنسار يعلق على تنائيته في مرمى مونشستر يونايتد أعرب الدولي والمغربي يوصف أنساري عن صعدته بتنائي التي سجلها على مونشستر يونايتد والتأهل لدور نصف نهائي الدور الأوروبية بعد الانتصار بتلاتية في إياب ربع نهائي المنافسة وتقدم أنساري بتصريح عقب المباراة بالشكر للجماهير واللعبين على المقدم منهم لتحقيق الانتصار والعبر إلى المربع الذهبي من الدور الأوروبية وقال أنساري عن الهدفين المسجلين إنه سعيد بهم وبمساهمتها في الانتصار المحقق على مونشستر يونايتد وكل ما يقدمه مع الفريق هو توفيق من الله وتبع قدمنا أداء جيدا وكنا الأفضل في المباراة سنفكر الآن في المباراة القادمة من أجل تحقيق الانتصار والضفر بالنقاط الثلاث بالليغة وكان أنساري نجم مباراة إشبيليا ومونشستر يونايتد بأدائه القوي وتنائيته التي قادت فريقه لانتصار كبير وعبور إلى دور نصف نهائي الدور الأوروبي مزراوي يريد الانتقال لبرشلونة وينتظر التوصل بعرض جيد كشفت صحيفة سبورت الإسبونيا أن الدولي المغربي نصير مزراوي على استعداد للانتقال لبرشلونة خلال المركات الصيف المقبل وفق سبورت فإن نصير لن يتردد في الانتقال لبرشلونة في حال التوصل بعرض جيد وذلك بسبب المشاكل التي يعيشها مع باير ميونيخ تحت قيادة المدرب الجديد الألماني طوماس تخيل وشرت الصحيفة ذاته إلى أن مزراوي يمكن أن يكون أحد أكبر التعاقدات في الانتقالات الصيف المقبلة وكان مزراوي محطة اهتمام برشلونة خلال الصيف الماضي غير أنه فضل الانتقال إلى باير ميونيخ بعد رحيله عن آيكس مستردام الهولندي هذا ويعيش نصير وضعا صعبا مع باير ميونيخ الألماني منذ إقالة جوليا نيل جسمان وقدوم طوماس تخيل إذ لم يلعب الظاهر الأيمن المغربي سئوى دقيقتين فقط في عهد المدرب الجديد ما يتير الكثير من المخاوف بشأن مستقبله تحت قيادة المدرب الجديد بتسجيله هدفين يوصف انصاري يحقق رقما تاريخيا رفقة إشبيليا تمكن النجم المغربي يوصف انصاري من دخول تاريخ نادي إشبيليا الإسبانية بعد تنائيته في مرمى نادي مونشستر يونايتد يوم أمس الخميس في إياب دور ربع نهائي الدورة الأوروبية ونجح انصاري في تسجيل هدفين على مونشستر يونايتد مستهما في انتصار إشبيليا الكبير على الفريق الإنجليزي بتلاتية والتأهل إلى دور نصف نهاية الدورة الأوروبية وحسب موقع أوبت المتخصص في الأرقام والإحصائيات فإنصاري بلغ هدفه الواحد والخمسين مع إشبيليا من 146 مباراة بعد تنائيته في مرمى مونشستر يونايتد ما جعله ضمن اللاعبين الأكثر تسجيلا في تاريخ الفريق الأندلسي وتابع انصاري هو اللاعب رقم 25 الذي يجتاز خمسين هدفا مع إشبيليا متمكنا من تحقيق رقم تاريخي قابل للزيادة مع قادم المباريات والاستحقاقات والدة حكيمي تنقيد نجلها من خسارة نصف تروتها ذكرت مصادر إعلامي أن المغرب أشرف حكيمي نجم باريسان جرمان الفرنسي قام بتصرف دكي لحماية تروتها جعل طريقته تصاب بصدمتهم بعدما طلبت من القضاء الحصول على نصف تروة اللاعب عقب انفصاله من شهر مارس الماضي وكانت إباعبوك الممثلة الإسبانية قد أعلنت انفصالها عن حكيمي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية قبل أن ترفع قضية طلق ضده لدى القضاء الفرنسي ثم طالبت بعدها بالحصول على نصف ممتلاكات حكيمي وأموالها وذكر موقع العربية في نسخة الإنجليزي أن الممثلة الإسبانية تعرضت لصدمة كبيرة بعد رد المحكمة الفرنسية التي أطلعتها بأن الدولة المغربية لا يملك أي شيء في حسابه البنكي كونه كان يقوم بتحويل أمواله إلى حساب والدته بشكل مستمر منذ فترة طويلة وكان الصحيب الأربع والعشرين عاما قد أكد تعلقه الشديد بوالدته في مناسبات عديدة وتعود على استحابها معه في أبرز الأحداث التي شارك فيها ولعل أخيرها حين تم تكرمه بجائزة أفضل الرياضي العربي في 2022 وقبلها حضورها بقطر في نهائية منذ القطر 2022 ويتقاد حاكمي راتبا شهريا عاليا في سانجرمانا يفوق المليون يروح حسب مصادر فرنسية ويعد من بين الأكثر تقاضيا في النهدي بجانب نجوم أخر مثل كليان بابي وليون الميسية وهو ما دفع الزوجته السابقة إلى تقديم طالب للمحكمة للحصول على النصف في تروتها جدل بالذكر أن أشرف حاكمي كان قد كذب كل تهم الاقتصاب التي وجهت إليها كما نال تعاطفا كبيرا من طرف زملائه وأفراد عائلتها بالإضافة إلى زملائه في عالم كرة القدم وحتى من وليد رجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي الذي أعلن مستندته التامة للاحبها